للحديث مشاهدين الكرام معنا احتفالية العراق بالذكرى الثانية بعد المئة على تأسيس الجيش العراقي معنا في الستوديو الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية العقيد ركن حاتم الفلاحي مرحبا بك سيد حاتم سيد حاتم مع مرور مئة عام وعامين وعامان على تأسيس الجيش العراقي فالعراقيون كيف ينظرون إلى الجيش الحالي هل ينظرون بنفس النظرة للجيش السابق قبل الاحتلال نعم بداية مساء الخير لك والمشاهدين قناة الرافدين حقيقة أبدأ بأنني حقيقة أقدم تحية إجلال وإكبار لهذا الجيش العريق في ذكرى موليده أو ميلاده الثاني بعد المئة حقيقة هذا الجيش يختلف اختلاف كبير جدا عن الجيش الذي كان قبل عام 2003 والنظرة كذلك اختلفت بالنسبة للشعب إلى هذا الجيش هذا الجيش في السابق كان جيش الشعب وجيش الأمة وكانت له مواقف مشرفة في الدفاع عن العراق والحفاظ على أمنه واستقراره والمساهمة في بناء العراق الحديث ولكن بعد عام 2003 نرى بأن هذا الجيش اختلفت فيه الموازين بشكل كبير جدا واختلاف هذه الموازين نتيجة المشروع الذي جاء به الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق وفرضه على الشعب ومن ضمنه مبدأ المحاصصة الطائفية هذه القضية أثرت بشكل كبير جدا على بنية القوات المسلحة العراقية بعد عام 2003 فلذلك نرى بأن هناك اختلاف كبير جدا الآن ما بين الجيش العراقي السابق وما بين الجيش العراقي الحالي لماذا تريد الأحزاب انهاء جيش ما بعد 2003 هو جيش شكل بعد الاحتلال بمعايير معينة هذه المعايير بالتأكيد وضعها المحتل الأمريكي ولكن هناك دور كثير من المراقبين والمحللين العسكريين يرون أن هذا الجيش تم إنهاؤه وإنهاء دوره الإقليمي من له المصلحة في ذلك؟ نعم لا شك بأن هناك جهات كثيرة جدا في المنطقة تريد أن يكون الجيش العراقي ضعيف ومهلهل وغير قادر عن الدفاع عن نفسه ناهيك عن الدفاع عن العراق أرضا وسماء وماء وبالتالي إذا جئنا إلى الجيش الذي كان قامل عام 2003 نرى بأنه كانت له مواقف وطنية وقومية كبيرة جدا فقد شارك في الحروض ودكيان الصهيوني في حرب الـ 48 و الـ 67 و الـ 73 يضاف إلى ذلك بأن هذا الجيش وقف بوجه الريح الصفراء مع إيران لمدة ثماني سنوات لذلك بأن المواقف التي كانت لهذا الجيش كبيرة جدا في مواجهة الأخطار الخارجية فلذلك عندما نأتي إلى دائرة التوازن في المنطقة توازن القوى مع الكيان الصهيوني نجد بأن الجيش العراقي شكل رقما صعبا في المعادلة مع الكيان الصهيوني وبالتالي إخراج العراق من موازين القوى الإقليمية في المنطقة كانت إرادة صهيونية أولا وإرادة أمريكية وإرادة إيرانية أيضا لأن جميع هذه الجهات لا تريد أن يكون الجيش العراقي جيشا قويا قادرا على الدفاع عن أرضه وسمائه ومائه وبالتالي تم تشكيل قوى ضعيفة جدا هذه القوات أنهكت بشكل كبير جدا من خلال المشروع الذي جاء به الاحتلال إلى العراق وفرض المحاصصة الطائفية هذه المحاصصة التي أثرت بشكل كبير جدا على بنية الجيش العراقي بعد عام 2003 وأصبح الولاء إلى الطائفة وأصبح الولاء إلى الحزب وأصبح هذا الجيش يتبع لمرجعيات دينية وسياسية أكثر مما يكون ولائه إلى الوطن وبالتالي هناك جهات داخلية أيضا لا تريد لهذا الجيش أن يكون قويا وقادرا على فرض الأمن والاستقرار داخليا وخارجيا ومن ضمن هذه الجهات جهة جهات مشاركة في العملية السياسية يضاف إلى ذلك بأن وجود قوى مسلحة أخرى غير الجيش العراقي هذه القوى إذا كان هناك جيش قوي لن يكون لها دور في إدارة الدولة ولن يكون لها كلمة فصل في المشهد العراقي وبالتالي عندما يضعف الجيش تكون هذه القوى نافذة وقادرة على التحكم بالمشهد العراقي وهذا ما رأيناه بعد عام 2004 لأن الميليشيات بعد عام 2003 تم دمجها بتشكيلات الجيش العراقي واعتبرت بأنها جزء من القوات المسلحة كيف ظهرت هذه الميليشيات؟ علما بأنها تتقاطع مع الدستور العراقي في المادة التاسعة التي تقول بأنه لا يجوز تشكيل ميليشيات مسلحة خارج إطار القوات المسلحة إذن هناك يد خفية تعمل على إضعاف الجيش العراقي وتشكيل براكز قوة أخرى تكون خارج القوات المسلحة وتكون هي صاحبة القرار في مسألة الأمن والاستقرار داخل وخارج العراق لذلك أدت نقاط أو معطيات لو تحدثنا عن موضوع المعايير التي على أساسها وغرارها بني هذا الجيش بعد العام 2003 كل ذلك متعلق كنقاط متشابكة يعني الجيش يصرف عليه هذه المؤسسة يصرف عليه الكثير مليارات الدولارات يعني منذ تشكيله عام 2003 هناك ميليشيات مدمجة معه كيف نفسر خضوع الجيش لنظام المحاصصة ومن المستفيد من إدخال الجيش وهذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون مؤسسة وفق معايير عسكرية وطنية نعم دعني أقول بأن هذه المؤسسة أصابها ما أصاب مؤسسات الدولة الأخرى من الفساد المالي والإداري وبالتالي شهدت هذه المؤسسة أيضا فساد مالي وإداري كبير جدا خلال الفترة الماضية لذلك نرى بأن الكثير من عقود التسليح التي جرت للقوات المسلحة العراقية بعد عام 2003 كانت تتعاقد على أسلحة قديمة وأسلحة بالية ومنتهية الصلاحية وبالتالي تسليح الجيش بهذه الأسلحة يعني بأنك تريد جيش مهلهل ضعيف وغير قادر على الدفاع عن الأراضي العراقية ضد التجاوزات أو الاعتداءات الخارجية يضاف إلى ذلك بأن عدم موجود عقيدة عسكرية صحيحة لهذا الجيش أثرت بشكل كبير جدا على حرفية هذا الجيش لأنه بني على أسس خاطئة منذ البداية يعني عندما تدأت بالميليشيات وتدمج هذه الميليشيات كنوات للجيش العراقي إذن منذ البداية كان البناء خطأ في هذه القضية لأنك قد حولت هذا الجيش إلى ميليشية كبيرة نتيجة ولاء هذه القوات إلى مرجعيات دينية وسياسية يعني ليس لها الباع الطويل في مسألة إدارة القوات العسكرية ومن السياقات العسكرية والأكاديمية والتدريبية يضاف إلى ذلك بأنه وجود قوى أخرى ظهرت خلال هذه الفترة وخاصة بعد عام 2014 أثر بشكل كبير جدا على أداء الجيش العراقي لأن أصبحت الكلمة الفصل لهذه القوات التي تتبع لمرجعيات خارجية ومنها الميليشيات التي تتبع إلى إيران وبذلك أصبح التدخل الخارجي هو السمى الغالب لمشهد العراقي بسبب ضعف الأجهزة الأمنية وضعف القوات المسلحة وسيطرت الميليشيات على المشهد العراقي لذلك نجد الآن عندما نرى المشهد الأمني العراقي نجد بأن هناك وجود ميليشيات مثل منظمة الحزب العمال الكردستاني تسيطر على مناطق في سجار وفي شمال العراق وفي سلسل الجبال القنديل يضاف إلى ذلك نرى بأن هناك مراكز قوى متعددة تحتفظ بأسلحة خارج إطار الدولة وخارج القانون ومنها الميليشيات التي تتبع للصدر الميليشيات التي تتبع إلى الفصائل التابعة إلى إيران يضاف إلى ذلك ميليشيات الميليشيات الحجد الشعبي التي قسمت إلى عدة أقسام خلال الفترة الماضية من دور الجيش وواجب الجيش هو حماية الحدود الدفاع عن الوطن الحدود الخارجية للوطن ولكن تم الزجب الجيش الحادمة بعد 2003 الذي نواته الميليشيات والذي لا نعرف أن نسميه جيش أم نسميه ميليشيات بالنظر لهذا الدمج الموجود قمع المتضاغرين المطالبين طبعا المتضاغرين السلميين متضاغرين ثورة تشريم مطالبين بوطن مطالبين بحقوق إنسانية مع ذلك تم الزجب هذا الجيش وبعناصره لقتل المتضاغرين السلميين ميدا من بارد يترى هل فقد العراقيون ثقتهم بهذا الجيش المذمج معه الميليشيات؟ أكيد يعني زج الجيش في الصراعات الداخلية والصراعات السياسية هو أمر يعني يؤدي إلى يؤدي إلى فقدان الثقة بهذا الجيش نتيجة الولاء إلى السلطة أو إلى الحاكم أو إلى الحزب أو إلى جهات معينة داخل المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية حقيقة إذا جئنا إلى المشهد العراقي نرى بأن شواهد كثيرة على أن الجيش فشل خلال الفترة الماضية في حماية المتضاهرين يعني إذا جئنا إلى العمليات التي نفذها الجيش ضد الأبرياء في الحويجة عندما تم قتل أكثر من 251 في الفلوجة العمليات التي طالت الكثير من الأبرياء في عملية استعادة المدن المغيبين في الفلوجة وفي صراح الدين وفي الرمادي وفي مدينة الموصل ما جرى في قرية الهواشة في العام الماضي عندما وقفت القوات الأمنية تتفرج على كيفية حرق الأبنية الإدارية التابعة لهذه القرية وحرق البيوت والمنازل وتهجير أهلها من قبل الميليشيات نرى بأن الكثير من الشواهد التي تظهر بأن هذه القوات أضعفت بشكل كبير جدا من قبل النظام السياسي الحاكم الذي حاول استخدام هذه القوات للصراعات الداخلية ولتحقيق مكاسب سياسية على حساب الجهات الأخرى وبالتالي نرى بأن هذه المؤسسة العسكرية لحد هذه اللحظة لم تستعيد عافيتها بشكل صحيح بسبب النظام السياسي وبنية النظام السياسي القائم في العراق لذلك نرى بأن هذه المؤسسة تتهم بالطائفية وهي كذلك تتهم بأن هذه المؤسسة تابعة لأطراف خارجية ولديهم كثير من القيادات التي تتبع إلى مرجعات دينية والتي تتبع إلى جهات خارجية مثل إيران لذلك نرى بأن المشهد العراقي في الداخل هو مشهد حقيقة نرى بأن الأمن والاستقرار شبه مفقود في كثير من المناطق نرى بأن الميليشيات تعوث في الأرض فساداً وتحتفظ بالسلاح خارج القانون وخارج سيادة الدولة ونرى بأن هناك انتهاكات لحدود العراق من قبل إيران ومن قبل تركيا ومن قبل حزب العمال الكردستاني ومن قبل الكثير من الجهات التي أصبح العراق هو مصدر تهديد لهقص من هذه الدول بسبب احتضانه لجزء كبير من المنظمات الإرهابية التي بدأت تهدد الأمن القومي لدول الجوار وبالتالي عدم فرض النفوذ السياسي والعسكري والأمني من قبل الدولة على جميع الأراضي العراقية أدى إلى فوضى أمنية تضرب جميع منفاصل الدولة العراقية شكراً ضيفي في الاستوديو الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية العقيدة ركون حاتم الفلاحي شكراً جزيلاً شكراً لكم